اشتركوا في القناة كان السبال لغير الخيلة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في السنن أنه قال إياك هو السبال فإنه من المخيلة وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يتجنب السبال لأنه من المخيلة في الجملة النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن ما بين من نصف ساقه إلى كعبيه وقال لا حق للكعبين في الإزار هذا ما يتعلق بالهدي الذي ينبغي أن يلتزمه المؤمن وأن يكون عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيانا واضحا يبقى إذا أرخى الإنسان ثوبه وراء الكعبين هل يكون هذا داخل في العقوبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار كما في حديث أبي هريرو في حديث عمر من جر إزاره خيالة لم ينظر الله تعالى إليه هل هذا يشمل حتى ما إذا كان الإرخاء لغير الخيالة جماهير العلماء حملوا هذا الحديث حديث ما أسفل من الكعبين ففي النار على حديث ابن عمر وحملوا الوعيد على ما إذا كان الإسبال لخيالة يعني لتعظيم النفس ورؤيتها والافتخار وما إلى ذلك هذا لا شك أنه داخل في الوعيد أما إذا كان الإسبال وراء ذلك ليس للخيالة إما استرخاء إزار أو كون الثوب لم يتيسر له إلا هذا الثوب الذي تحت الكعبين أو ما أشبه ذلك فهذا لا يدخل في الوعيد وقد جاء أبو بكر رضي الله عنه وعليه إزار يسترخي وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول إن الله لا ينظر إلى من جر إزار أو خيالة فقال إن إزار يسترخي فقال لاستم من يفعل هذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان على هذه الحال لا يقصد بذلك الخيالة إنما يسترخي الإزار من غير اختيار أو يكون الثوب هكذا وتيسر له مسترخي أو نازل على الكعبين فإنه لا يدخل في الوعيد المذكور ذهب طائفا من أهل العلم إلى أن الوعيد على أمرين لا ينظر الله لمن جر إزار أو خيالة هذا فيما إذا كان الإزار قد أرخي والثوب قد أرخي لأجل خيالة وما أسفل من الكعبين ففي النار هذا في حق من نزل ثوبه عن كعبيه سواء للخيالة أو لغير الخيالة وهذا قول جماعة من أهل العلم الذي تقدم هو القول الأول هو قول الجماهير العلماء وهو الراجح أن الإسبال إذا كان لغير الخيالة فلا يدخل في الوعيد لكن هل يعني هذا أن يقال للرجال أسبلوا ثيابكم الجواب لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك والإسبال فإنه من المخيلة فينبغي أن يرفع إزارة والحمد لله يعني الرفع لا يلزم أن يكون رفعا يعني ملفتا للنظر أو رفعا مخرجا لما يكره إنسانا يخرج لا يرفع إلى حد الكعبين وفي هذا كفاية وقد دخل شاب على عمر رضي الله عنه وفي مرض موته فقال وقد أرخى إزاره فقال أرفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك فأشار إلى فائدتين حصول التقوى لله تعالى بالبعد عن الخيالة وأسبابه والثاني أبقى للثوب وهو أحفظ له من الأوساخ والبلاء والتمزق ترجمة نانسي قنقر